أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن أزمتها المالية في طريقها للحل وكانت في وقت سابق أعلنت الأونروا عن تأجيل العام الدراسي لكن أزمتها المالية بدأت بالانفراج حيث قدمت دولة الكويت 15 مليون دولار أمريكية بعد أزمة مالية خانقة أصابت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وانفرجت الأزمة التي كانت ستؤدي إلى تأجيل العام الدراسي بسبب العجز المالي الذي بلغ أكثر من 100 مليون دولار أمريكي وعدم قدرة الأونروا على توفير الاحتياجات للطلبة الفلسطينيين في مدارس الضفة الغربية وغزة والقدس والأردن وسوريا ولبنان في وقت كان فيه المستقبل التعليمي لنصف مليون طالب وطالبة في خطر شديد دولة الكويت بدورها سارعت إلى التخفيف من أزمة وكالة الأونروا بتقديمها مبلغ 15 مليون دولار أمريكي التبرع الكويتي بقيمة 15 مليون دولار وجهت لي جسر هوة العجز المالي كان لها أثرا كبيرا في قرار المفوض العام ببدء العام الدراسي في موعده هذا ليس غريبا دولة الكويت حكومة وشعبا دائما تميزت بدعم الأونروا ولم تغفل وكالة الأونروا دور صاحب السمو الأمير الصباح الأحمد الجابر الصباح الذي أطلقت عليه منظمة الأمم المتحدة لقب قائد الإنسانية نظرا لمواقفه ودعمه المتواصل للفلسطينيين ولوكالة الأونروا وللاجئين الفلسطينيين في المخيمات أن تعين الأمم المتحدة أو تسبغ هذا اللقب على سمو الأمير هو تأكيد على الهوية والتوجه الكويتي مرة أخرى بشخص الأمير وأيضا حكومة وشعبا أن هذه الدولة دائما سباقة في إغاثة المنكوبين سواء من الكوارث الطبيعية أو الكوارث والأزمات التي تأتي من الحروب نبأ وكالة الأونروا بشأن انطلاق العام الدراسي في موعده ولد فرحة غامرة لدى الفلسطينيين الذين يخشون على مصير فلدات أكبادهم الذين ينهلون العلم من المدارس التي تتبع للأونروا في وقت يعد فيه التعليم حقا أساسيا لجميع أطفال أسقاع الأرض الأزمة المالية التي حلت بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إنما كانت ستؤدي إلى تدمير المصير التعليمي للآلاف من الطلبة الفلسطينيين المتناثرين في مخيمات اللجوء لكن بفضل أصحاب الأياد السخية والبيضاء تغير هذا المصير فالح نصير فالح تلفزيون دولة الكويت الأراضي الفلسطينية المحتلة ترجمة نانسي قنقر